ذهب مع ريح هذا عنوان مقال على أخزام ذهب مع ريح تذهبه عواصف ايديولوجيا الهويات وتنوع الثقافي نجحت تقريباً نجحت رحب علي يعني شوال عنوان كمان لا بس لفت يعني كل المواضيع اللي نحكت فيه وكنا مش من زمان عم نحكي حتى بهذا الموضوع انه كيف عم بيصير نوع من انه جيتو لكل فريق لكل لون لكل عرق لكل بشرة بقلب المقال تحكي عن كتير اشياء منه هستيريا ايديولوجيا الطواقف والأديان والأعراق وانه عم تحكي عن صراع بالهويات باسم الاختلاف والتسامح والتنوع فانحنا بدنا نفهم كل هاي دي الاشياء بني بده بلش يعني هو المقال بلش تجمي على أخبار كنت عم شوفها نحنا منطلع على الأخبار كل يوم ومنجمع فكنت عم جمع أخبار كل ما صدف انه شفت خبر يعني بيركز على قضايا الألوان والأعراق والأديان وهذا بتصير هي المدخل الوحيد انا ستتجمع ستجمعهم انا عم جمعهم من زمان يعني لأعمل مقال اعرض في حالة الميديا كيف الميديا بالتحديد للميديا المسمات يسارية لبرالية اللي هي المينستريم ميديا يعني كل وسائل الإعلام الكبيرة اللي بنسمع فيها ونعرفها كل ياتنا بالمناسبة ما في شي بالمينستريم ميديا يميني متطرف كلهم تقريبا يساريين لبراليين بس هذه مفاهيم فينا نحكي عنها بعدين فعم جمع هاي المجموعة الأخبار لقدمه برر ليش عم بحكي عن إيديولوجيا طواف وكذا فكل ما شفت خبر من هنه وبحطه عجنب ومكتوب كتبت أنا قلت انه لا يمر أسبوع تقريبا إلا منسمع خبر اللي علاقة بصراعات من صراعات هويتية مسلمين ومسيحيين وبوزيين وأبيض وأسود ومرأة ورجل وإلى آخره وهذا صار هو المفتاح الوحيد للحديث عن كل هاي المواضيع اللي هي بالأساس ممكن تكون صراعات طبقية اجتماعية مثل ما علمتنا نظريات قديمة من الخمسينات والستينات نعرف نحن أنه كان فيه نظرية بتقول أنه يعني الواقع الاجتماعي بيتفسر بالظروف الاقتصادية بنهاية المطافة نظرية الماركسية يعني واللي شهدت انحدار فضية ستينات وسبعينات واللي حل محلة تفسيرات ثقافوية تفسيرات منطبعة ثقافية بتحيل دائما للألوان للأديان للطواف ريتها بتتصرفيك لأنه ريتها من الدين كذا ريتها بتطارق بتتصرفيك لأنه جاي من ثقافة كذا اللي بتمنعه يتصرف أدخمه اللي بتمنعه يتصرف بالشكل مختلف تراما المشكلة بالقضية أو أنا اللي حاسه أنه مشكلة هو أنه هذا الكلام هذا التعميم الإعلامي عم يجي من طرف الناس اللي بالظبط مفروض ما يعملوه اللي هن اليساريين لأنه انت بتفهم بين مزدوجين طبعا ما عافز عم يشوفون العالم يعني بتفهم انه اليمين المتطرف العنصري المعادل المهاجرين المعادل لقليات الاخرية يحكي بهاي الطريقة يميز بين الناس على أساس ألوان وكذا فاشيين نازيين دايما كانوا يميزوا بين الناس في يهود وفي مسلمين وفي مسيحيين وفي بيد وفي دوسود وكذا اليساريين هن المفروض اللي بينتقلوا دايما مفروض ما يحكوا عن الهويات الأولى الهويات اللي منورسة نحن غصب لعنا بالولادة ما حدا بيولد مسلم ما حدا بيولد أبيض ما حدا بيولد فرنسي منولد على ما نحن عليه وبعدين بنختار إديولوجياتنا الخاصة فاليساريين اليسار الليبرالي ووسائل أعلامه الكبيرة وحضوره الطاغي كمان بأوساط الجامعات تقريبا بكل مكان بالغرب الرأسمالي بيعمم هاي التوصفات وبتصير هي المفاتيح الوحيدة لفهم الواقع الاجتماعي هاي هي المشكلة بتخيل لأنه اليسار اتخذ شكل جديد اتخذ شكل آخر يعني لما نقول هذا اليساري اليسار اليوم هو ليس كاليسار مثلا في ستينات وسبعينات القرن الماضي صحيح صار صار شيء باليسار يعني اليسار الاشتراك الحزب الاشتراكي مثلا اللي هو اليسار الديمقراطي اليسار الرسمي اليسار الحكومي اليسار اللي بروح على الحكومة باستلم حكومات يعني مش الشروعيين ولا هدول اليساريين مفروض هن يكون عندهم يعني هدفهم مثل اسمهم الحزب الاشتراكي الانتقال من التشكيل الاقتصادي الاجتماعي الرأسمالي وانشاء المجتمع الاشتراكي هن يتخلوا عن هالجزئية هاي ما عدوا ولا واحد منهم ابدا اليساريين الليبراليين بدوا يقيم المجتمع الاشتراكي وينتهمها الرأسمالية وبفضلوا اكتر واكتر ترتيبات من نوع ثقافي يعني يعطوا الانطباع دايما انه نحن عم نتفهم غضب اقلوي ما غضب المهاجرين او ابناء المهاجرين ومنعمل سياسات تمييز ايجابي كلنا بنعرف عنها اللي عنصري بالمقلوب يعني كيف يعني؟ يعني الديسكيميناسيون بوزيتيف بالفرنسي زي مثلا ما بيصير بجنوب افريقيا مثلا بصبت بس بتشوفها اكتر ما بتشوفها بالموديل الانجلوسكسوني ببريطانيا او بامريكا اللي هي مجتمعات بالمناسبة يعني بتحديد المجتمع الامريكي كتير حساس للهويات امسل اما الموسى لو سمحتم يعني مثلا بامريكا بنعرف انه تقريبا فيه نوع من العرف يعني اكيد مش مكتوب بقانون علني انه بس يكون عندك بوسائل الإعلام العامة او بالاماكن اللي بتمثل الدولة او بتمثل التوافق العمومي عندك واحد اسود لازم يكون فيه واحد ابيض عندك ابيض لازم يكون فيه مقابيله اسود نظام الكوتا مثلا اللي بنعرف انه لازم يكون فيه كوتا عدد محدد للنساء عدد محدد للسود عدد محدد للاتينيين عدد محدد لكل الاسنيات وبيعددوها للاسنيات طب وين المشكلة هولي مش هذا افضل يعني حتى كمان هذا الاشياح عم منشوفه بالسينما عم منشوفه بالسينما صار فيه اسود وصار فيه ابيض وصار فيه مثلي كمان وصار فيه مثلية ايضا هذا كان ممتاز كتير طارق بالسortunات و بالسبعينات لما كان فيه فعلا اضطهاد معمم وفظيع للسود بالمجتمع الامريكي وخدم جدا هاي السياسات التمييز الإيجابي خدمت جدا فعلا أنه تقدم الأقليات تعطيها دور وتعطيها موقع بتستحقه ولكن مزارة هذه الأقليات مسحوقة الآن يعني برضو كمان هي مش مقرحها ولا لا يعني ما زلنا عندما نذهب إلى الضواحي الباريسية ما يطلق عليها جيتوات مين من لاقي هناك بالله يقول لي أنت مين من لاقي هناك من لاقي هيك صحيح بس أنه في فئات تانية صارت كمان مسحوقة بسبب مبارسات الرئاسمالية اللي بنعرفها اللي سحقت لجميع يعني نحن بنعرف مثلا مين هاي الفئات التانية الفئات التانية أنا بسمي أبيض مثلا أي طبعا يعني إذا بدنا نطرد نحكي بهذه الطريقة الهوياتية لأنه صارت عام مليون كل ناس عم يحكوا هيك فخلينا مشان المستمعيننا يفهموا علينا أنه أي طبعا المواطن يعني مين بيعمم هاي النظريات نظريات التسامح وكذا هن الفئات الوسطى والفئات الوسطى العليا المدينية بتعيش بالمدن مدن الكبيرة المدن الكبيرة بالغرب الرئاسمالي اللي هي مدن كوزموبوليتية مدن متخوبوليتان مدن كبيرة في هذه فيحصيتها كتير كبيرة في تنوع كبير لكن بالمقابل خلال 30 سنة الماضية صار عملية تهميش كبيرة كتير لسكان الريف فعلا اللي هن البيض إلى آخره إلى آخره واللي هن اليوم بيصوتوا لالوبين وبصوتوا لبريكزيت وبصوتوا لكذا فمش صحيح أنه فقط الجيل الثالث أو الرابع من المهاجرين الساكنين بالضواحي هن الوحيدين المهمشين المفروض يكون في نضال مشترك بالعكس بين كل المهمشين بغض النظر عن ألوانهم وأديانهم وأعراقهم لما نحن نركز دايما على الألوان والأديان والأعراق عم نفصل هدول الاثنين عن بعض الأبيض اللي عم بيصوت لترمب والأسود اللي عم بيصوت يمكن يصوت بعدين بفرنسا لحزب مسلم حزب مسلم أول شعاراته في حزبين مسلمين اليوم بفرنسا أول أهدافهم هو وضع قانون العلماني موضوع الشك بيقول لك بدنا نعيد تعريف العلمانية ولكن دقيقة بالله وكأنك عم بتقول لازم تكون الفرصة متساوية لو أحد فقير يعني فيش معاياكل مثلا وعم بيعيش بظروف سيئة أو واحد تاني مزارع فرنسي بشي قرية وربما بتكون أموره أحسن بكتير مثلا وبتعرف يعني بديش أرجع لبرضو كمان الماضي التاريخي مثلا سواء للجهة هاي أو للجهة هاي يعني كلنا نعرف الماضي الاستعماري لفرنسا أو كل الدول كلنا يلي لكننا تماكني العالم كلنا صحيح يعني هل بتقول أنت اليوم أنه الكفين هدول هم زي بعض رجحتين لا أنا عم طالب أنه ما نعمل خطوة للوراء وأنه نميز الناس بألوانهم وأديانهم وطوائفهم وألوانهم وعراقهم وكذا أنا اللي عم طالبه هو أنه نلتزم بقانون اللي بيساوي الجميع فعلا وأنه إذا فيه فاييت إذا فيه سغرات بالنظام إذا فيه عذب عدالة بالتطبيق المفروض نطالب بعدالة التطبيق ومساواة الجميع بغض النظر عنه هذا شيء كتير مثالي يعني وخيالي ويبتر ما بيشير يعني مش تعمل تمييز إيجابة لا بس أنت عم تتواجه إتهامات وبعدين بمحل الميديا هي من أكبر المتهمين طبعا بالفكرة اللي أنت عم بتقولها بس أنه اليوم إذا بدك تلغي هيدا التمييز أنه هايدي بده سنوات وسنوات وسنوات ضوئية شو عرفني أي تمييز تمييز الإيجابة كيف يعني يعني تمييز الإيجابة يعني بالضبط اللي عم يحكي طارق أنه فعلا فيه تمييز ضد فئات أقلوية إلى آخره إلى آخره أنا اللي عم طالب فيه اللي عم بدعي إله يعني إذا فينا إيدي على هذا الشيء هو أنه نلتزم جميعا بالقانون اللي بيساوي الجميع بالمبدأ بس دقيقة يعني حتى أنت عم بتحكي عن التطبيق يعني التنفيذ قد يجوز يكون في مشاكل بس الحل هو أبدا برأيي أنا الحل أبدا مش أنه نعمل سياسة تمييز إيجابة بس حتى في رأيي تصير الضغائن وتصير أنت متسامح كتير يعني أفضل شي أنا برأيي أنه يكونوا الناس كلهم متساوين تحت القانون حتى في فرنسا هل تعتقد حقيقة أنه هناك تمييز إيجابة مثلا كلا تم نسمع عن القصص اللي بتصير كل يوم وربما إحنا صدفناها مثلا مش عارف كناس طبعا في تمييز إيجابة يعني أنا درست بمدرسة هون يعني بجامعة تعتبر جامعة يعني درست بماحد الدراسات السياسية اللي هو يعتبر الجامعة يعني صعبة الوصول وصعبة الدخول وصعبة الكذا وعادة بتستقبل نخب هي وبتصدر نخب البلد المستقبلية لو بتعرف كمية سياسة التمييز الإيجابي أو أحساسا كمية اللي موصوفين بالأقليات اللي بتدخل على هالكليات بدون كل الشروط التعجيزية اللي بتنفرض على باقي الفرنسيين بتعرف أنه إذا تأخذ هذا المثال بس بالإينا بسيونس بو بكذا دائما في سياسات التمييز الإيجابي وبسبب ضغط جو عام ضغط لتحويل الأقليات لإيديولوجيا خاصة ضمن المجتمعات داخل المجتمعات الوطنية يعني الذين من أصول الذين من أصول إكس أو إيجريك بكل المجتمعات لازم يكونوا فرنسيين أو ألمان أو كذا مش مسلمين أو يهود أولا أو بيض أولا ومن ثم نشوف شو بنعمل المطلوب أولا مثل المصار مع الإيكيب دو فرنسي مثل المصار مع منتخب فرنسا اللي الصحافة الدولية تقريبا ورؤساء دول حتى يعني اعتبروا أنه أفريقيا هي اللي فازت بالكأس العالم واشددوا جدا على ألوان هدول الناس مع أنه بالمقابل بفرنسا ما حدا حكى عن الموضوع هذا النموذج العلماني الجمهوري اللي عم نحكي عنه اللي ما بميز بين الناس قد يجوز تكون في صغرات بالتطبيق وصغرات قد يجوز تكون خطيرة بس نحن لازم شغلتنا أنا بشوف هيك أنا شغلته أنه ادعي أنه لردم هذه الصغرات والتعويض وأنه نكون كلياتنا ملتزمين تحت إذا بفرنسا ما حدا جاي بصيرت هذا الموضوع معنات كمان أنه الميديا بتكون بتكون كانت شويحة قاوية صحيح بس لأنه الموضوع له علاقة بفرنسا وبالمنتخب الوطني وكان في فرحة عامة أنه ربحنا كأس العالم تتورط بتوصيفات من نوع هوياتي ما لأي لزوم بتحسي أحيانا بالجملة يعني أنا بذكر مثال بالمقال في أكتر من مثال بس في واحد منهم اللي هو بفتتح في البقالي أنه يعني رئيسة زراء سينغافورة اللي هو منصب شرفي يعني انتخبت ولو بتشوفه كمية الأجيتاسيون كمية شو بيقوله الإسارة والنشوة أنه هي من الأقليل المسلمي وترتدي الحجاب شو بهمنا هذا الكلام هناك أيضا يعني برضو يعني بكفي أنت تتحفون ضدقات عكي بكفي تحط صورتها أنت بالمقال وهي تربست حجاب هنشوف أنه محجاب وخلصنا ليش هالتركيز دائم؟ يعني أفهمي كلامك على أنك أنت ضد سياسة التمييز الإيجابي بين قوسين مع أنه أعتقد حتى كمان إذا كان في فرنسا تمييز يعني إيجابي يعني معنا بالمطلق بس ما لازم تكون هي نوع من قانون مفروض على جميع أنه دائما لازم يكون في تمييز يعني ما بدي أبعد كتير من ساعات قليلة فقط وصلني إتصال من أحد الأصدقاء هو مهاجر وسعيد جدا فرح جدا قلت له شو فيه بقول لي يعني حصلت على الأشلام الأشلام هو السكن الإجتماعي في فرنسا هو يعني مقدم مش من زمن كتير مقدم من كم من شهر وبصراحة الخبر صدم لي يعني أنا قلت له طب كيف هو الفرنسيين بقعدوا أربع خمس سنين وست سنين ويده بيطلع لهم فهذا تمييز يعني ولكن الشخص يعني هذا صديق إذا كان لم يحصل على هذه الشقة وهذا السكن الإجتماعي ربما يعني بعد أسبوع سيجد نفسه مثلا مشرد في الشارع سينام في الشارع صحيح يعني شيء كهذا مثلا هذا تمييز إيجابي مثلا هل هو هل هو إيجابي فعلا أم إنه لا هذا أخذ مثلا فرصة حد فرنسي صار له أربع خمس سنين عم بيستنى مثلا وبالتالي هذا ليس عدل بتتخيل بتتخيل عندما نتكلم عن الأقليات هل فينا نتكلم حقيقة عن العدل بهذا المنظور مثلا أنا بدي أقول لك شيء يعني منيح أنك فتحت الموضوع الموضوع نحن بنعرف أنه في أزمة سكن فضيعة بفرنسا وبتحديدا من منطقة إيلدو فرانس منطقة باريس الكبرى وأنا عندي مصدر يعني عندي مصدر يعني بعرف حدا بي ما في نزمي يعني عندي حدا بي أعملنا واسطة طيبة أرجوك وشفت الأرقام في 700 ألف بيسموهم مالوجي مالوجي يعني تساكنون بشكل لا يليق بشريا 700 ألف بمنطقة باريس الكبرى هدول 700 ألف ما حدا طبعا مشغول بفرنسا 700 ألف شوي بصيروا مليون بزبط في كارثة في قضية كتير كبيرة اسمها قضية السكن بفرنسا فهي مسؤولة عن السيرفيس اللوجمو سوسيو فبتقل لي 700 ألف طالب لسكن تغيير سكن ومالوجي إلى آخر كنت بدي أحكي شي قبل هاي بس منسيتو مهم وهي كمان طبعا مسؤولة عن كل الطلبات اللي بتنضاف على 700 ألف اللي هين طلبات لاجئين ومهاجرين وإلى آخر القانون الفرنسي بيفتح حقوق متساوية تماما للاجئ والمهاجر القادم تماما مثل المواطن الفرنسي مع هذا حق التصويت يعني أنت لما بتاخد حق اللجوء عندك كل الحقوق تماما صحيح ما عدا حق التصويت وبالتالي الحق بسكن لائق لكن أنت كاللاجئ أو مهاجر بتدخل على الليست الليست داتانت الليست الانتظار يعني اللاجئ بيعتقد أنه عنده أولوية بالوقت أنه القانون ما بيعطي أولوية بيساوي بالفرنسي أنه في فرنسيين في 300 ألف فرنسي قبلك عم ينتظروا أنت 300 ألف وواحد بفضل سياسات تمييز إيجابة قد تكون جيدة مشكورة بهيك حالات محددة إيه ليه ملا عائلة مهاجرة قاطعين البحر عذاب ما ممكن وصفه ممكن تسبقهم شوي لكن هذا غير عادل وهي ممكن نكون معه بس ما تنسأ أنت أنه الاس دي اف اللي هني اللي ما عندهم سكن سابت في باريس هني بالألاف واللي طبعا كمان مرة جديدة بفرنسا ما حدا مشغول بأنه يعدد ألوانهم وكذا هني كلهم فرنسيين هدا كلهم عم بيرجع على فكرتك أنه تحت القانون طبعا يعني أنا فضل إنه ما نرجع لورا ونعدد الناس بألوانهم وكذا ونتابع سياسات تمييز إيجابية أبوزيف أحيانا يعني زائدي عن الحد ما عنده نتيجة إلا زيادة الحنق وزيادة التصويت لا في تاريخ يعني هناك تاريخ طويل هناك تاريخ طويل عريض من العبودية وهناك تاريخ طويل العريض من الاضطهاد لا يعني أنا اللي كلهم شاركوا فيه بمناسبة العرب كانوا رواد المسألة يعني اللي بيته من حجار اللي بيته من إخزاز عفوا ما بزدت العالم بالحجارة يعني يعني مش بس فرنسا المتهم الوحيدة بهذه الأفير العرب كانوا التجار الأوائل العمانيين القدامى طبعا يعني والعرب المسلمين تجار الرقيق التاريخيين فإذا كلنا بدنا نروق كتار هن المزنبين بهذه القضية لا دخي الحديث وبين بالآخر التاريخ العربي حتى كمان يعني التاريخ الممارك التاريخ البشري هو زيته طريق ممكن هون ولا هون بالعبودية فيني قارئ لأنه قراءات اتنين يعني حتى بنصح يعني المستمعيننا اللي اللي قارئين بفرنسية واللي بيحكوا بالفرنسي في القناة الفرنسية الألمانية الثقافية اللي اسمها RT اللي قناة شهيرة قناة رصيني جدا وبيعملوا فضيعين كتير عملوا ثلاثة أجزاء اطوال عن العبودية يعني بدعي أنا فعلا مستمعيننا يتفرجوا عليه في ترجمة بالانجليزية حتى سوقتي تخرج بالانجليزية وبدعيكم لأنه بيفرجيك وقته فينا نحكي على العبودية بالتأسيل لزيادك طريق فبيفرجيك بالزبط أنه هاي القضية مثل ما بقول أنا بالمقال أنه بدون ما نلعب بدون ما ندخل بمبارات بائسة أنه مين الأكتر عنصري من التاني بحق السود العرب كانوا أو الفرنسيين أو كذا لازم ننظر لكل هاي المسائل بعين أكتر يعني فحص عين بتشوف التشابك والتمثيل وبالمبارسة الاجتماعية وبتنتهي مع منطق الضحية البريئة كليا ومع الجلاد سيئ النوايا فطريا واللي من الموضوع لا 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 الموضوع مش أنا هاي مش كلتي مش أنه ببعث طابط العنصري لحدة تانية يعني أنه أو بحدد من العنصري فيكن أو بين العالم مش أنا ما نجوج ما أنا قاضي أنا عم بقول رأيي عم بقول أنه كل هاي الكونفيقواتشون كل هذا تمثيل اللي عم شوفوا قدامي في شيء ما غلط في شيء ما نو صالح ومرة جديدة اللي بيته من أخزاز يعني ما بيننا تب تعرف مثلا تاريق هلأ صار له من بداية الأسبوع عم بيحاول يقدم شغلة وما عم تظبط معه بلنا نتعيق تبقى معنا لا لا ما في وقت في وقت في وقت أبدا ما فيتزوم تتأسف بالعكس كان نقاش ممتع ورح نتسامح معك ونخليك هلأ فورا تقدم لنا إيها جربنا لكم يا زكريا